في لحظة واحدة كل حاجة ممكن تتغير يا رب لسه واقف على رجلي ومش هستسلم حتى لو الطريق ضلمة ولو الصوت بعيد انا لسه هنا ومش هستسلم لو وقعت في نص الطريق كون واقف على رجلك من تاني يمكن تتعب يمكن تضخب بس المهم اني لسه في امل تخيل انك تقدر تعمل مشهد سينمائي كامل في اقل من دقيقة واحدة بس بشخصيات ثابتة من غير ما شكلها يتغير ولا يتشوه من مشهد للتاني بدون فريق منتاج ولا تصوير ولا حتى فريق انتاج كل ده بالزكاء الاصطناعي وباستخدام اداة واحدة بس هنشرحها النهاردة بتخليك تتحكم في المشهد والكاميرا والحركة كأنك مخرج سينمائي بالزبط والاقوى من كده نفس الشخصية بتكمل معاك من اول لقطة لاخر مشهد من غير اي تغييرات غريبة في الفيديو ده حواريك خطوة بخطوة ازاي تصنع مشهد سينمائي كامل في دقيقة واحدة بس باستخدام الزكاء الاصطناعي خليك معايا للاخر لان اللي جاي هيغير نظرتك لصناعة الفيديو يلا بينا نبدأ الشرح الاداة اللي بنتكلم عليها النهاردة واللي هتلاقيني سايبلك الربط بتاعها في وصف الفيديو اسمها هيكس فيلد سينما ستوديو ودي اداة زكاء اصطناعي لعمل لقطات سينمائية عالية الجودة مع امكانية اختيار نوع الكاميرا من الكاميرات اللي انتو شايفينها قدامكو دي ودي كاميرات سينمائية حقيقية زي الاي ماكس مثلا والريد في رابتور ممكن كمان تختار العدسات او اللينس وممكن تختار الفوكل لينس وحشرح لكم الفرق ما بين الاختيارات دي بالتفصيل بعد شوية باختصار هذه الاداة تمكنك من توليد صور سينمائية عالية الجودة ومن ثم تحولها الى فيديوهات عالية الجودة مع الحفاظ على ثبات شكل الشخصية زي ما هنشوف دلوقتي لو جربنا امر في منتقى البساطة شاب مصري في اخرى العشرينات واقف على كبرة ياسر النيل ووقت الفجر اللبس جاكت بسيط بصص لقدام بتفكير دوق شروع الشمس الزهبي اجواء هدئة طبع سينمائي واقعي احساس امل وبداية جديدة وفي الكاميرا هاختار اري اليكسا 35 وفي العدسات هختار فانا فيجن سي والفوكال لنس هخليه 24 وزي ما قلتلكم عشرة عليكم الفرق ما بين الاختيارات دي بالتفصيل للوقتي خلونا نشوف ده هيطلع لانا ايه دي نتيجة نهائية اللي ظهرت معايا خلوني اكبرها لكو اكتر عشان تبان الجودة والاحساس والشكل كله سينمائي حتى عن عكاس الضوء اللي انتو شايفينه هنا ده برضو ده نفس اللي بتشوفه في اللقطات السينمائية وعلشان تعرفوا الفرق خلينا غير الكاميرا والعدسة فمثلا في الكاميرا هحنا اختار ريد في برابتور ودي بالمناسبة تبقى افضل في اللقطات الاكشن العالية الجودة والعدسة هختار كوكي اس فور هسيب الاختيار بتاع الفوكاللينس زي ما هو ونشوف ده هيطلع ايه تغيير الكاميرا والعدسة اداني نتيجة مختلفة تماما من حيث الاضاءة ودقة الصورة يعني العدسة اللي احنا مخترانها دي معروف ان هي بتدي الوان دافية اكتر زي ما انتو شايفين خلينا وريكم مثال تاني باستخدام عدسة مختلفة راجل مصري واقف على سطحها مرة عالية في القاهرة بالليل ورفع راسه للسماء انوار المدينة تحت وإحساس انتصار بعد تعب واضاءة درامية وطابع سينمائي ملحمي هسيب الكاميرا زي ما هي وفي العدسات اختار الهوك في لايت ومرة دي هحط شخصية من عندي عشان تطلع بنفس شكلها تقدر تلغط هنا عشان تستخدم صورة بتاعتك وممكن تستخدم اكتر من صورة عشان تضيف اكتر من شخصية او مكان تعالوا نشوف النتيجة طبعا نتيجة سينمائية بامتياز والعدسة دي مثلا مشهورة عنها ان هي بتدي انعكاس الاضواء اللي انتو شايفينه في الكشفات هنا او في الاضواء اللي تحت لو انا كميسية اللي غيرت الكاميرا بكاميرا اخرى زي السوني ودي مشهورة عنها ان هي بتدي صورة افضل في الاضاقة الضعيفة اعاول مشاهد الليلة تعالوا نشوف كده طبعا زي ما انتو شايفين تغيير الكاميرا ادى نتيجة مختلفة تماما دي الصورة الاولانية كأنها من فيلم ودي الصورة التانية كأنها من فيلم تانية خالص انا ما بتكلمش عن تغيير المشهد نفسه انا بتكلم عن تغيير الالوان والاضاقة والعدسة اللي احنا مختارنها زي ما قلتلكم معروف ان هي بتدي التأثير السينمائي في الاضواء اللي هو زي اللينز فلير اللي باين على الكشفات ده والكاميرا لما غيرناها عسينا ان الاضاقة اقوى لان المشهد اللي لان الكاميرا دي معروفة ان هي بتدي اضاقة اقوى في المشاهد الليلية طيب احنا كده فهمنا الفرق ما بين الكاميرات والعدسات او خدنا امثلة بسيطة طيب لو انا غيرت الفوكل لينز هو ده بيعمل ايه اساسا باختصار كل ما حتقلله كل ما حيفتح المشهد اكتر وكل ما حتزوده خلي خمسين مثلا هيبقى مركز على الشخصية بشكل اكبر وحتلاقي فيه زي بلور في الخلفية بشكل اكبر او شكل البوكي او الفوكس على الشخصية بشكل اكبر خلونا اختار فوكل لينز اقل وبالتالي المشهد حيفتح معانا اكتر الكادر بقى اوسع التركيز على الشخصية بقى اقل المكان المحيط بيه بقى ظهر اكتر ولو اكبرنا الصورة اكتر حيبان ان كل التفاصيل الضقيقة اللي في المكان بقت ظهرة اكتر عكس الصورة الاولانية اللي هي ك24 ميلي هتحس ان فيه تركيز اكتر على الشخصية والباكجراوند او الخلفية بلورد وده مثلا لما غيرت الفوكال لينز خليته 50 بقى التركيز على الشخصية شديد جدا والخلفية تبان ان هي ابعد ومش واضح اخر نوع من انواع الفوكال لينز اللي هو الواحد فيهم اللي هو التمانية وده بيسموه الفيش اي او عين السمكة وطبعا واضح ليه بيتسمى بالاسم ده لان هو بيديك اتساع شديد جدا المشهد باختصار كل كاميرا لها استخدام مختلف يعني زي ما قلنا الايماكس بيفرق في المشاهد الضخمة والملحمية الريد في رابتور بتفرق في المشاهد الاكشن السوني هتفرق معاك في المشاهد اللي فيها اقضاء ليليه البالان فيجن بتدي احساس الافلام الملحمية اكتر الفوكال لينز او البعد البقري بيفرق معاك كل ما كبر اوي خمسين مثلا بقى فيه تركيز اكتر على الشخصية والباكجراوند مش واضحة او مش الظهرة وكل ما قال المشهد بيتسع معاك والعدسات طبعا كل عدسة بتديك احاق وشكل مختلف يعني مثلا لو جربت عدسات زي هليوس كوبيتس فال هتحسن فيه احساس ان الخلفية اوتوفوكس شوية مع شكل دائري الى حد ما وطبعا العدسة اللي هي ماكرو باينة من اسمها في الصور القريبة جدا او صور المنتجات هتفرق معاك كتير جدا بعد ما فهمنا ازاي هيجس فيلد سينما ستوديو شغال خلينا حاول نعمل فيديو طويل شوية بشخصية ثابتة كتبت مثلا الامر ده هو باختصار لقطة سينمائية مؤسرة لشخص وحيد قاعد في قارب اشاب بالبحر وفي امواج وعاصفة هاختار الكاميرا الريد في رابتور واختار مثلا العدسة دي والفوكل لانس هخليه خمسين تعالوا نشوف النتيجة دي الصورة النهائية طبعا نتيجة ممتازة وهو ده الاحساس اللي انا عايزه بالزبط عايزك تركز على مقدار دقة التفاصيل بتاعت المطرة على اللبس واضحة ازاي ونعكاس الدوق على وش واضح ازاي فانا بعد ما عملت الصورة عايز احاول الصورة دي لفيديو او لقطة سينمائية هلغط هنا على أنيميت هيطلع لي حاجة اسمها ستارت فريم وإند فريم هاختار مثلا ان الفيديو اللي انا هعمله ده اللقطة دي هتكون لقطة البداية فبالتالي فتح لي الشكل بتاع الفيديو واضاف الصورة كفريم بداية عندي هنا اختيارات كتير فولا هكتب الامر بتاعي عندي الزمن طبعا هخليه عشر ثواني ولو انا مختار فريم بداية فقط هقدر ان انا اضيف مؤسرات صوتية لو دوست على الزرار ده او من هنا اخلي الفيديو شغال بالبطيق او سلو موشن طبعا انا مش عايز كده اقدر كمان ان انا اتحكم في حركة الكاميرا لو دوست على موفمينتس هيطلع لي اكتر من حركة جاهزة ممكن استخدمها في حركة الكاميرا فانا مثلا هختار حركة الكاميرا دي لما اخترتها ضفها لي هنا وخلينا نشوف نتيجة الفيديو طبعا نتيجة وجودة مفيش احسن من كده وكمان بمؤسرة الصوتين وجودة الفيديو 4K وده مثال اخر لما اخترت ان نوع الكاميرا اللي بتتحرك تكون درون فطبعا زي ما نشايفين الكاميرا بتتحرك وبيبان شكل البحر رهيب ايضا ميزة جبارة في هيكسفيلد سينيما ستوديو ان هو ممكن ان يساعدك تعمل اكتر من لقطة لنفس الشخصية في نفس المشهد ده ازاي الكلام ده؟ لو جينا على الصورة اللي احنا عملناها ووقفت هنا على In Paint هلاقي عندي حاجة اسمها Multi Shot لو دوست عليها هيعملك تسع صور لنفس الشخصية في نفس المكان بلقطات وأوضاع مختلفة تقدر تستخدمهم في ان انت تعمل مجهد طويل لهذه الشخصية كمثال احنا ممكن نختار بعض من هذه الصور نلغط عليهم بهذا الشكل علشان نحفظهم عندنا هنا بيديك اختيار انك تعمل لهم Up Scale ل 4K او لو دوست هنا وتختار Download Selected Images علشان تحفظ الصور دي على جهازك وفي الخطوة الجاية هنستخدم الصورتين دول دي فريم بداية ودي فريم نهاية فقدر تكرر الخطوات دي زي ما انت عايز علشان تحصل على مشهد طويل من مجرد صورة واحدة هرجع تاني للفيديو كتبت الامر بتاعي اضغط هنا علشان اختار فريم البداية اللي فيها صورة الشخصية وهو بظهره وبختار فريم النهاية اللي فيها الشخصية ظهرة بوشة وكتبت في الامر ان الكاميرا بتلف حواليه مشهد سريع ليظهر وجهه الجاد وهو يحاول وحفظ على عود الكابريت مشتعل تعالوا نشوف ناتجة الفيديو ودي نتيجة نهائية للفيديو الشخصية ظهرة بظهرها وبعدين بيلف والكاميرا بتلف حواليه وبيظهر بوجهه وطبعا الاضاءة رائعة طبعا تقدر تكرر نفس الخطوات اللي عملناها اكتر من مرة عشان تحصل على اكثر من مشهد وبشخصية ثابتة بيدعم اللغة الانجليزية لكن ما بيدعمش اللغة العربية وعلشان تخليه دعم اللغة العربية في مزامنة الشفايف ممكن تستخدم اداة تانية موجودة عندهم اسمها lip sync studio وتختار موديل من الاتنين دول كل اللي هتعمله لنك هتديله الفيديو وتديله مقطع الصوتي ولو دوست هنا انت تقدر تحول النص الى صوت او تستخدم صوت من عندك اداة فكرتها كويسة جدا وحتلاقوا في الصفحة دي اللي انا هاسبها لكم في وصف الفيديو مثالها قيمة جدا ممكن تتفرجوا عليها علشان تعرفوا امكانيات هذه الاداة الرائعة بكده نكون انتهينا من الفيديو النهاردة اتمنى انتو تكونوا استفدتم الفيديو لو عجبك الفيديو تتشارش اللايك والشير لان دعمكم بيساعدني على استمرارة في تطوير محتوى للأفضل واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة